كان عنده موقف شخصي معك ولا هو كان موقف فاني خالص معيني اول ما جيه كان بتكلم بشكل غير طبيعي عليا واول مؤتمر ليه بعد ما ماتش ازاي مالك صفر صفر استاذك يرى ما كانش بتكلم غير عليا وهو اللي صعدك وهو اللي كان صعدني قبل كده ما عرفش انا روحت المنتخب بساعة التققف طعال الدوري ومفيش كرة روحنا المنتخب الولمبي رجعت لقيت واحد تاني خالص فايما فمان بدون اي اسباب يعني ما عملت لكش حاجة انا كنت في المنتخب انا ما كنتش معاك فليه تتغير معايا فبعد كده بقى بدأ الموضوع ياخد اتجاه بقى حتى الدرج ان فيه اللعبك كتبتيجي تقول لعبك كبيرة هو بيشوف دماغك بيشوف طريق تفكيرك طالهم هو بيشوف ايه انا لعيب هو هو مدرب ايه اللي هشوف معايا ايه لا انا بتخاني معايا ولا بعمل حاجه انا راجل أعايزه انا عايزة لعب فقوش عيف ان انا اقدر العب على العب مش العب خلاص لكن هو ما يبقاش بقى ما ياخدش الموضوع في اتجاه تاني طب انا عايز انا هشوف انت لو ما لعبتش هتاخده تعمل قرار ايه طب انا هزعل طبعا صح فالموضوع بدأ يخش في حتة تانية غير الملعب وغير ان هو بقى بيشوف دماغك طب اتفكر ازاي طب هتعمل ايه في الموكب ده لو ما لعبتش طب لو طلعتك برا ما ماتش طب انا هاجي النهاردة ان انت يعني كان بيجي في وقت ان الاسبوع ده يقولك احسن واحد بيتمرن شهاب تلقيم طلعني برا لسكور بعد بقول انت الاحسن واحد بتتدر فانا بقولك في حاجات في الكورة عمتا مش ما بتكلمش على جوزي بس في الكورة عمتا انا ممكن انا وكريم عايز تلاعب شهاب لعبه مش عايز تلاعبه خلاص لكن ما تدخلش بقى الاسباب الفنية في الامور الشخصية ان كريم بيجي بيتكلم ما بيتكلمش لو ده بيتحك في وشه ما بتحكش في وشه